بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ بدر الحمود بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات لصف الرابع الابتداء والدرسنا اليوم يا مبدعين يا مبدعات يحمل عنوان قسمة مضاعفات العشرة المئة الألف إذن فكرة الدرس استعمال حقائق القسمة الأساسية هو الأنماط في القسمة ذهنيا إذن بعدما تعرفنا على فكرة الدرس لدينا هذا الاستعداد حديقة ألعاب لها خمسة مداخل إذا دخل ألف وخمسمائة شخص تلك الحديقة عبر المداخل الخمسة بالتساوي فكم شخصا دخل عبر كل مدخل وحتى نجيب على هذا السؤال ماذا نحتاج أبنائي؟ أن نقوم بقسمة ألف وخمسمائة على خمسة نقسم عدد الأشخاص الذين دخلوا على المداخل الخمسة أبنائي وبنات وبممكانك استعمال أنماط القسمة لتسهيل قسمة مضاعفات الأعداد عشرة مئة ألف الآن ننتقل إلى هذا المثال مثال من واقع الحياة وهو امتداد للاستعداد السابق كم شخصا دخل الحديقة عبر كل مدخل؟ تحتاج إلى قسمة ألف وخمسمائة إلى خمس مجموعات بالتساوي أوجد ألف وخمسمائة تقسيم خمسة إذن أبنائي وبناتي سنقوم بالطريقة الأولى وهي استعمال نمط الضرب خمسة ضرب ثلاثة أبنائي انظروا معي بارك الله فيكم خمسة ضرب ثلاثة تساوي خمسة عشر طيب يا أبطال خمسة ضرب ثلاثين تساوي مئة وخمسين انظروا هنا زاد صفر فأضفنا صفر على الناتج مباشرة خمسة ضرب ثلاثمائة تساوي ألف وخمسمائة كذلك هنا تم إضافة صفرين هنا بارك الله فيكم فأضفنا صفرين إذن أبنائي وبناتي هذا نمط نراه موجودا كذلك بارك الله فيكم في القسمة خمسة عشر تقسيم خمسة تساوي ثلاثة صحوا لا يا أبطال ومئة وخمسين تقسيم خمسة تساوي ثلاثون كذلك في نفس الوضع أبنائي وبناتي هنا نعرف الحقيقة الأساسية خمسة عشر تقسيم خمسة هي ثلاثة وهنا صفر فوضعنا في الإجابة صفر فوصلنا للإجابة بشكل سريع كذلك ألف وخمسمائة تقسيم خمسة تساوي كم يا أبطال ثلاثمائة أسعدكم الله وبرك الله فيكم إذن هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية أبنائي وبناتي أن أستعمل حقاق القسم الأساسية الحقيقة الأساسية لألف وخمسمائة تقسيم خمسة هي خمسة عشر تقسيم خمسة إذن أبنائي وبناتي خمسة عشر تقسيم خمسة تساوي ثلاثة هذه حقيقة أساسية تعرفنا عليها مائة وخمسين تقسيم خمسة أبنائي وبناتي تساوي ثلاثين بارك الله فيكم الحقيقة الأساسية خمسة عشر تقسيم خمسة هي ثلاثة هنا صفر أضفنا هنا صفر وكذلك 1500 تقسيم 5 تساوي 300 إذن بهذا الشكل توصلنا للإجابة عبر الطريقة الثانية إذن دخل من كل مدخل 300 شخص ولنتحقق من الإجابة تعلم أن 1500 تقسيم 5 تساوي 300 لأن 5 ضرب 300 تساوي 1500 وبهذا الشكل نكون أجبنا على هذا المثال الآن ننتقل إلى مثال آخر أوجد ناتج قسمة 24 ألفاً على أربعة إذن بنفس الطريقة أبنائي بناتي لدينا طريقتين الطريقة الأولى أستعمل نمط الضرب وهنا أربعة ضرب 6 تساوي 24 وبالتالي فإن دعونا نأخذ المؤشر أبنائي حتى نكون متابعين أربعة ضرب 6 تساوي 24 وبالتالي فإن 24 تقسيم 4 تساوي 6 كذلك أربعة ضرب 60 تساوي 240 لماذا؟ لأن حقيقة الضرب الأساسية أربعة ضرب 6 24 وهنا صفر فأضفنا الصفر فكان الناتج 240 وأستطيع أن أقول 240 تقسيم 4 تساوي 60 كذلك أبنائي بناتي أربعة ضرب 600 تساوي 2400 بارك الله فيكم وهنا 2400 تقسيم 4 تساوي 600 كذلك أبنائي بناتي أربعة ضرب 6000 إذن الحقيقة الأساسية أربعة ضرب 6 24 وستة ألاف بها ثلاثة أصفار فأضيف هنا ثلاثة أصفار إذن 24000 وبالتالي 24000 تقسيم 4 تساوي 6000 بهذا الشكل سارضنا الطريقة الأولى الطريقة الثانية استعمال حقائق القسم الأساسية ونقول هنا أن 24 تقسيم 4 تساوي 6 وهذه هي حقيقة القسم الأساسية إذن 240 تقسيم 4 نقول 24 تقسيم 4 تساوي 6 ولدينا هنا صفر فأضعه هنا فأصبحت 60 كذلك هنا 2400 تقسيم 4 الحقيقة الأساسية التي أعرفها 24 تقسيم 4 تساوي 6 ولدينا هنا صفرين أضعها هنا بارك الله فيكم فتكون الناتج 600 كذلك 24000 تقسيم 4 يا أبنائي 24 تقسيم 4 تساوي 6 ولدينا ثلاثة أصفار هنا أضيفه هنا فيصبح الإجابة 6000 بهذا الشكل وصلنا للإجابة عبر الطريقة الثانية إذن نقول 24000 تقسيم 4 تساوي 6000 ولنتحقق من الإجابة نعلم أن 24000 تقسيم 4 تساوي 6000 لأن 4 ضرب 6000 تساوي 24000 بهذا الشكل استعرضنا المثال الثاني الآن وصلنا للتدريبات حتى نتأكد من مدى فهمنا أبنائي بناتي لابد أن نقوم بحل هذه التدريبات لدينا السؤال بارك الله فيكم الأول أكمل كل من الأنماط التالية 12 تقسيم 4 تساوي كم يا أبطال؟ تساوي ثلاثة بارك الله فيكم وهذه هي حقيقة أساسية نعرفها 12 تقسيم 4 تساوي ثلاثة طيب يا أبطال 120 تقسيم 4 نعلم 12 تقسيم 4 تساوي كم؟ ثلاثة وهنا لدينا صفرا واحد فأضعه فتكون الإجابة ثلاثون كذلك 1200 تقسيم 4 أعلم 12 تقسيم 4 تساوي كم؟ تساوي ثلاثة لدينا هنا صفرين أضعها هنا فتصبح الإجابة 300 كذلك أبناء بناتي لدينا هنا 12 ألف تقسيم 4 12 تقسيم 4 هي حقيقة أساسية أعلمها وهي ثلاثة لدينا هنا ثلاثة أصفار فتكون هنا ويكون الإجابة ثلاثة آلاف بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل أجبنا على السؤال الأول الآن السؤال الثاني يا أبناء بناتي أترك الفرصة لكم حتى تجيبوا عليه تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم الحقيقة الأساسية لدينا هنا 36 تقسيم 6 كم سيكون الناتج؟ أبطال بارك الله فيكم 6 طيب 360 تقسيم 6 يا أبطال سيكون الإجابة 60 لماذا؟ هاي يا أبطال 36 تقسيم 6 6 وهنا في صفر فنضيف صفر على الإجابة طيب يا أبطال 3600 تقسيم 6 ما رأيكم؟ كم سيكون الناتج؟ سيكون الناتج 600 لماذا؟ 36 تقسيم 6 يكون الناتج 6 وهنا صفرين في 3600 فأضيف إلى الإجابة صفرين فتكون 600 طيب 36 ألفا تقسيم 6 يا أبطال ما رأيكم؟ هاي مبدعين بارك الله فيكم 6 ألاف لماذا؟ لأن 36 تقسيم 6 تساوي 6 وبال36 ألفا بها ثلاثة أصفار أضفناها إلى الإجابة فأصبحت 6000 الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال الثالث تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلتوا إلى الإجابة؟ بارك الله فيكم 45 تقسيم 5 كم سيكون الناتج؟ 5 بارك الله فيكم طيب يا أبطال 450 تقسيم 9 ما رأيكم؟ أبطال تساوي 50 بنفس الفكرة 5.4 تقسيم 9 تساوي 5 وهنا صفر أضفناها إلى الإجابة فأصبحت 50 طيب يا أبطال 4500 تقسيم 9 هاي يا أبطال؟ مبدعين تساوي 500 بنفس الطريقة طيب 45000 تقسيم 9 يا أبطال مبدعين 5000 وبهذا نكون أجبنا على السؤال الثالث الآن أبناء يبناتي نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي اقسم كل مما يأتي باستعمال الأنماط السؤال الرابع أبناء يبناتي سنقوم بحله سويا ومن ثم أترك لكم الفرصة في السؤال الخامس 400 تقسيم 2 ماذا أفعل أبناء يبناتي؟ أبدأ بالحقيقة الأساسية هنا 4 تقسيم 2 تساوي كم يا أبطال؟ تساوي 2 طيب يا أبطال كم هنا من صفر؟ صفرين إذن سأضعها هنا إذن 400 تقسيم 2 تساوي 200 بارك الله فيكم الآن أترك لكم الفرصة مع السؤال الخامس تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دقيقة الأساسية 16 تقسيم 4 كم ستكون يا أبطال؟ تساوي 4 بارك الله فيكم طيب لو أضفنا صفر أبناء يبناتي هيا مبدعين أصبحت 160 سنضيف هنا صفر طيب هنا مضاف صفرين أبناء يبناتي إذن سيكون هنا صفرين إذن هي 400 الإجابة وصلت لها مبدعين بارك الله فيكم الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى هذا السؤال توضح المعلومات المجاورة تكلفة نزهة برية لأربعة أشخاص ليوم واحد وهذه هي البيانات بارك الله فيكم أو المعلومات إيجار سيارة 250 ريالا إيجار خيمة 200 ريال الواجبات 350 ريالا السؤال السابع يقول خطط أربعة أصدقاء للقيام بنزهة برية ليوم واحد فكم تكلفة النزهة للشخص الواحد وتفضلوا يا مبدعين أوجدوا الإجابة هاي مبدعين وصلتوا الإجابة بارك الله فيكم إذن المعلومات الواردة هنا إيجار سيارة وإيجار خيمة والواجبات هي تكلفة تكلفة النزهة لأربعة أشخاص إذن أقوم بجمعها أولا 250 زائد 200 450 زائد 350 ستصبح تكلفة النزهة البرية لأربعة أشخاص هي 800 ريال بارك الله فيكم ولكن المطلوب هنا يقول كم تكلفة النزهة للشخص الواحد وهذه تكلفة النزهة لأربعة أشخاص إذن سأقوم بتقسيم 800 تقسيم أربعة إذن حتى أجيب عليها بكل سهولة وزرعة وبشكل سريع ذهنيا أقوم بقسمة أبناء بناتي الحقيقة البسيطة التي نعرفها 8 تقسيم أربعة تساوي 2 كم هنا من صفر أبناء بناتي صفرين إذن سأضع هنا صفرين إذن أستطيع أن أجيب بارك الله فيكم على السؤال تكلفة النزهة للشخص الواحد هي 200 ريال وبهذا نكون أجبنا على هذا السؤال أبناء بناتي الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى الأسئلة التالية السؤال 9 و 10 و 11 أكمل كل من الأنماط التالية تفضل يا مبدعين أوجدوا الإجابة لهذه الأسئلة الثلاث بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلتوا الإجابة بارك الله فيكم إذن الآن أصبحت لنا الطريقة أسهل بكثير 12 تقسيم 2 تساوي 6 بارك الله فيكم طيب 120 تقسيم 2 ماذا نقول مبدعين 60 لماذا الحقيقة الأساسية 12 تقسيم 2 6 وهنا صفر أضفنا صفر بارك الله فيكم طيب 600 بارك الله فيكم طيب 12 ألفا تقسيم 2 تساوي 6000 بنفس الطريقة أبناء بناتي ابتدأنا به الحقيقة الأساسية ومن ثم أضفنا الأصفر الآن في السؤال العاشر 28 تقسيم 7 ما رأيكم يا مبدعين أسعدكم الله أربعة إذن باستعمال الأنماط أبناء بناتي نريد أن نقوم بحل بقية الأسئلة بكل سهولة نبدأ بالحقيقة الأساسية 28 تقسيم 7 تساوي 4 ونضيف عليها صفر فأصبحت 40 لماذا أضفنا صفر لأن هنا صفر إذن 2800 تقسيم 7 يا أبطال تساوي 400 بارك الله فيكم بدأنا باستعمال الحقيقة الأساسية ثم أضفنا الأصفر وهذا هو ما يشكل النمط الذي نسير عليه طيب 28 ألفا تقسيم 700 أبناء بناتي مبدعين بارك الله فيكم بسمة الحقيقة المباشرة 72 تقسيم 9 أصبح الناتج 8 وأضفنا هنا موجود صفر فأضفنا صفر على الإجابة الآن 7200 تقسيم 9 يا أبطال نستطيع أن نقول بارك الله فيكم 800 لماذا؟ الحقيقة الأساسية 72 تقسيم 9 تساوي 8 وهنا صفر فأضفنا على الإجابة صفر 72 ألفا تقسيم 9 أبناء بناتي كم سيكون الإجابة؟ مبدعين 8000 لماذا؟ 72 تقسيم 9 8 وهنا ثلاثة أصفار فأضفنا ثلاثة أصفار فكان الناتج 8000 الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي بارك الله فيكم اقسم كل مما يأتي باستعمال الأنماط لدينا هذه الأسئلة الثلاثة تفضلوا يا مبدعين أوجدوا الإجابة هيا مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم الآن أعتقد أنها أصبحت سهلة لكم يا أبنائي صح ولا لا؟ مبدعين 9 تقسيم 3 نبدأ بالحقيقة الأساسية تساوي 3 ولدينا هنا صفر فأضيف صفر وكذلك لدينا صفر آخر فأضيف صفر آخر إذن أصبحت كم؟ 900 تقسيم 3 تساوي 300 الآن ننتقل لسؤال رقم 13 1400 تقسيم 7 أبدأ بقسمة الحقيقة الأساسية 14 تقسيم 7 تساوي 2 ولدينا هنا صفر فنضيف صفر أبناء بناتي ولكن هنا كذلك صفر آخر فأضيف صفر آخر إذن الإجابة هي 200 الآن 6400 تقسيم 8 نبدأ 64 تقسيم 8 تساوي أبناء بناتي 8 ولدينا هنا صفرين فأضيف الصفرين بارك الله فيكم بهذا الشكل نكون أجبنا على هذه الأسئلة الآن ننتقل إلى هذا السؤال السؤال يقول يبلغ ثمن الثلاجة 3200 ريال إذا تم الشراء بالتقسيط على ثمانية شهور فكم يبلغ القصد الشهري وحتى نجيب على هذا السؤال ماذا نحتاج أبناء بناتي؟ أن نقوم بتقسيم مبلغ الثلاجة على عدد الأشهر مبلغ الثلاجة هو 320 تقسيم عدد الأشهر وهو ثمانية أشهر الآن نقسم ابناء بناتي بشكل سريع نبدأ بالحقيقة الأساسية هنا 32 تقسيم 8 يا أبطال تساوي أربعة بارك الله فيكم طيب يا أبطال لدينا هنا صفرين إذن سأضيف هنا صفرين وتكون الإجابة كم يا أبطال أربعمائة إذن نستطيع أن نجيب فكم يبلغ القصد الشهري نقول أربعمائة ريال وبهذا نكون أجبنا على هذا السؤال الآن نمسح ابناء بناتي وننتقل إلى السؤال التالي وهو أحد أسئلة مساء المهارات التفكير العليا السؤال رقم 22 الحس العددي بدون إجراء عملية قسمة أيهما ناتج قسمته أكبر 1500 تقسيم 3 أم 2400 تقسيم 6 فسر إجابتك تفضل يا مبدعين فكروا بالإجابة ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم إذن أبناء بناتي انظروا حتى نجيب مباشرة نستطيع أن نستعمل ونحدد الحقيقة الأساسية هنا 15 تقسيم 3 نستطيع أن نقول 5 صحب الله لا يا أبطال و 24 تقسيم 6 ستكون الإجابة 4 وهنا أبناء بناتي صفرين وهنا صفرين إذن ستكون الإجابة إما 500 أو 400 أيهما أكبر 500 أو 400 500 إذن السؤال يقول فأيهما نتيجة قسمته أكبر نقول 1500 تقسيم 3 هي الأكبر بارك الله فيكم سألوا لصابة مبدعين أبناء بناتي الآن ننتقل إلى آخر سؤال معنا في هذه الحصة بدأ ستة طلاب كتابة تقارير عن 27 معلما سياحيا في المملكة إذا أرادوا اقتسام الكتابة عن هذه المعالم بالتساوي فهل يمكنهم ذلك؟ كم تقريرا سيكتب كل منهم؟ وكم طالبا سيكتب تقريرا إضافيا هذا السؤال حتى نجيب عليه نحتاج أن نفكر برها فكروا فيها أبناء بناتي هنا ثلاثة طلبات ومن ثم نعود لحل هذا السؤال شكرا للمشاهدة هاي مبدعية صلت الإجابة؟ طيب بارك الله فيكم هل يمكنهم ذلك؟ هل يمكنهم أن يكتبون تقارير 27 تقريرا هؤلاء الستة؟ هاي أبطال حتى نجيب على هذا السؤال نحتاج أن نجري عملية القسمة صح أو لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم أنا أتذكر عملية القسمة بهذا الشكل بشكل سريع 27 تقسيم 6 ما هو العدد الذي أضربه في 6 فيكون 27 أو أقل منه بشكل مباشر الأربعة أربعة ضرب 6 أربعة وعشرون نطرح ابناء بناتي يتبقى ثلاثة والثلاثة أقل من الستة وبهذا يكون الإجابة على هذا أو عملية القسمة انتهت الناتج أربعة والباقي ثلاثة إذن إجابتنا للسؤال هل يمكنهم ذلك؟ إذن نقول لا بارك الله فيكم لا يمكنهم ذلك طيب لهذه الفقرة كم تقريرا سيكتب كل منهم؟ كل منهم سيكتب كم؟ أربعة تقارير أربعة تقارير طيب يا أبطال وكم طالبا سيكتب تقريرا إضافيا؟ لو وزعنا هذه التقارير المتبقية ثلاثة فإن ثلاثة طلاب من هؤلاء الأربعة سيكتب تقريرا إضافيا إذن وكم طالبا سيكتب تقريرا إضافيا؟ ماذا نقول؟ ثلاثة طلاب بهذا نكون أجبنا على هذا السؤال أبناء يبناتي ومع هذا السؤال نكون أبناء يبناتي وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحية والاحترام مني أنا معلمكم علي القحطاني وزميلي في لغة الإشارة سيد بدر حمود في أمان الله ترجمة نانسية